في شهر يوليو سنة 94 وتحديدا بعد كاس العالم كان فيه سباق تاريخي ما بين كطبين الكرة الهولندية ايكس امستردام وبي اس ايندهوفين وده كان في اقتناص صفقة القرن المتمثلة في الظهرة البرازيلية رونالدو داليمة وبعد محاولات مصيرية ما بين الطرفين يفوز ايندهوفين بواحدة من اهم الصفقات في تاريخه وفي الوقت اللي في الاحباط سيطر على الاجواء في ايكس اتذكر اسم احد لعبة فريق الشباب اللاعب اللي كان تقريبا بيعمل كل حاجة بها يثبت نفسه وعلى ذلك قرر لويس فانخايا المدارب الفري الاول صعود صاحب التمنتاشر عام من اجل غلق صغرة المهاجم لحد ما تحصل مواجزة ويقدر يلاقي مهاجم بامكانات الظهرة رونالدو يعني تقريبا اللاعب اللي صاد ده لحد هنا هو مجرد مهاجم مؤقت صح؟ تمام احب اقولك بقى ان اللاعب ده من اول لحظة شارك فيها مع الفري الاول قدم عروض استثنائية عروض بيها كان بيسجل من ربع فرصة لدرجة انه سجل خمس اهداف في اول اربع مباراة في الدوري لا او مش بس كده ده كمان في مواجد فريقه بالخصم الازلي بوجود الصفقة اللي كانوا بتخنقوا عليها في اول الموسم ينجح ابن النادي في كيوط الفريق للفوز بهدف وحيد وهو اللي يكون بسجل الهدف ده طب استنى اكملها لك بقى في نفس الموسم نفس المهاجم المؤكد ده لما صعد فريقه لنهاية دور العبطال واللي كان ضد اسي ميلان اللي كان لا يقر ساعتها صاحب التمنتاشر عام يقدم تاريخ شخصي ويسجل هدف المباراة الوحيد الهدف اللي بي يتوج ايكسب دور العبطال الاخيرة الى الان في تاريخه وهو نفسه يكون اصغر اللعب في التاريخ يسجل في نهاية دور العبطال وبالزبط هو ده اللي بي باتريك كلايفرد اتولى الكبير وبعد ما بدأ الموسم كمهاجم مؤكد ينهي نفس الموسم بسط واحد من اكتر المهاجمين المهضور حقهم في عالم المستدير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليكم قصة المهاجم الكناص صاحب القصة العجيبة انه الولندي باتريك كلايفرد ولكن سريعا نروح لسؤال الحلقة لدائما بنبدأ باجابات الناس اللي كانت صحيحة في الحلقة اللي فاتت وطبعا الكلام كان عن المهاجم الفرنسي انتوان مارسيال لعب منشستر روناتد المعار لإشبيلية حاليا وبجد تحياتي لكم ابيها الابطال لعب النهاردة اوروبي ومن أسرع اللعبة في تريخ كورت القدم اللعب ده بدأ مسيرته كناشئ في واحد من أقوى فريقهم في بلد والبلد دي دوريها من أفضل ثلاث دوريات في العالم المهم ان اللعب ده النادي استغنى عنه في مراحل الناشئين والتحديدا في 2005 وبعدها بسبع سنين النادي يدفع 15 مليون يورو من أجل عودته تاني وبعد العودة يقدم مسيرة تاريخية ويفوز مع النادي بكل ألقاب المحلية والعالمية وهو حاليا موجود مع نادي خارج القرى الأوروبية والأساوية وإكمالا اللعب ده مع منتخبة فاس باليورو ودور الأم الأوروبية وأخيرا اللعب ده صهير أو باك أعتقد كده ان تعرفته هستنى أجابتك في الكومنتات ويلا بينا نبدأ قصة أحد مظالم في كورت القدم الأوروبية باتريك كلايفرت كلايفرت من موليد أمستردام سنة 76 بدايته مع كورت القدم كانت كهاوي في أحد ساحات المنطقة اللي عايش فيها العائلة ولم وصل لسبع سنين اتشار في الحيب بأنه ما هو في تسجيل الأهداف وساعتها كان ليش بيزهور مع نادي المنطقة المسمى بVD Daik ولكن بعدها بشهور وتحديدا في سنة 84 تم العصور عليه من أحد كشفين نادي وفعلا انضم الأكاديمية وبعدها استمر في التدارج مع مراحل الفريق ومع كل مرحلة كان بيشارك معها كان بيأكد على ان كواليتي مختلف تماما على أي مهاجم في سنه وده ساعده جدا في إبراز اسمه داخل النادي واستمر الوضع بعدها حتى تأتي التفصيل الأهم والتحديدا في سنة 94 واللي هي فشل إدارة النادي في التعاقد مع مهيبة البرازيلية رونالدو داليم والأنيل انه انضم للفريق المنافس وده بيه لويس فانخال مدارب الفريق الأول كرر صعود المراهج باتريك كولايفر صاحب التمنتاشر عام من أجل تعويض ما فقده الفريق وفعلا تبدأ رحلة كولايفرت الاحترافية مع الفريق الأول في موسم 94-95 الموسم اللي فيه مع أول زور له وتحديدا في مبارات الصبر المحل يقدم نفسه لأوروبا كلها بتسجيل هدف وصناعة التاني وبيوميكود الفريق اللي يتتوج بأول بطولة فأول مبارا له ومن هنا بقى تبدأ رحلة كولايفرت التاريخية رحلة فيها سجل في أول أربع مباريات في الدورة خمس أهداف وكان ما أقدم أداء به مستحيل حد يصدق انه لسه 18 سنة وحتى لما آيكس واجه في وجود الظاهرة اللي تقريبا نفس السن يتفوق عليه بطل حلقتنا ويسجل هدف المباراة الوحيد الهدف اللي بي أكد لإدارتنا دي انهم ما كانوش محتاجين التعاقد مع الظاهرة لأنهم يملكوا ظاهرة أخرى اللاعب اللي على مدار الأول موسم لهم مع آيكس توحش وقدر خلال 37 مباراة يسجل 22 هدف ويصنع خمسة وبهم بعد ما قادر الفريق للتتوج بالدورة اتعاملك في دور الأبطال وقادهم بكل تمكن في الوصول النهائي والتحديدا بعد ما صنعت ضد البيرن في قبل النهائي واللي بيصعد آيكس لمواجهة اسي ميلان في النهائي المباراة اللي كانت صعبة جدا جدا مباراة فيها صاحب التمنتاشر عام فجأة لقي نفسه محاول بوحدة من أخرج الكتاب الدفاعية في التاريخ الكتيبة المكونة من مالديني وبريزي وكوستا كورتا وده على قدمه شيء مرعب اللي ان الظاهرة الولندية أدرك ان الوقت ده بالضبط اللي بيه يحدد مكانته على الصحة الكروية وهب مع دقيقة خمسة وتمانين وعلى بعد خمس دقيقة فقط من نهاية المباراة يدخل صاحب التمنتاشر عام يسجل هدف للتاريخ وده الهدف اللي بيه أخيرا وبعد غياب تمنتاشر سنة يتوجق يكسب دور العبطال الرابع والأخير إلى الآن وكل ده عن طريق اللعب اللي بعد ما تم اختياره كأفضل مهيبة صعدة في الدور الولندي يتواجد في المركز الخامس في سباق البالوندور والأهم إن يتم اختياره كأفضل لايف وربا كلها تحت واحد وعشرين سنة ولكن تتخيل إن كل ده في أول موسم له مع الفريق الأول والحقيقة إن قوة الانطلاقة دي ما انتهيتش لحد هنا لأنه بدأ الموسم بتسجيل هدف الفوز على سراكستا في الصبر الأوروبي وسجل هدفه التاني في الفوز على فينورد في الصبر المحلي والكلام ده مع فوز الفريق بالانتركنتيننتل بيهم تكتمل القصة بموسم رائع أخر موسم فيه كلايفرد يشارك في اثنين واربعين مباراة سجل فيهم تلاتة وعشرين هدفة وصنعة تمانية وبيهم اكتمل الموسم في النهاية بالتتوج بالدوري ويذكر إن ساعتها الفريق كان على بعد خطوة من تحقيق حلم التتوج بدور الأبطال التاني على التوالي وتحديدا في مواجهة اليوفي في النهائي المباراة اللي راحت للرقلات الترجيح وساعتها الحظ يبتسم للسيدة العجوز على حساب رفاق كلايفرد إلا باللي كان مقدم محدة من أفضل انطلاقات الشباب في تاريخ ولندا كلها وشايف انت بقى العظم الكروية دي اتغيرت تماما في موسم ستة تسعين سبعة وتسعين الموسم اللي بدأ باتهام كلايفرد في قضية اعتداء كبيرة واللي بيها حصل تزبزب كبير في مستوى وخصوصا إن كان لسه عشرين سنة يعني لسه ما عندوش الكدرة على التعامل مع المواقف الصعب والحياني ده لو صعب فالأصعب بقى كان في التلت الأخير في الموسم واللي فيه أكبر على الخضوع العملية جراحية في الرجبة واللي بيها موسم انتهى وده أصفر على إن ملخص الموسم بالنسباله تمثل في 22 مباراة سجل فيهم 8 أهداف وصنع 2 ولكن يا صديقي الغريف في القصة دي هي معاملة الجماهير والإضارة له واللي طريقتهم كانت بتوضح إنهم نسوا كل حاجة حلوة قدمها للنادي وبدأ يكون فيه انتقاد وصفارات من جماهير الخصم وفجأة تحاول كلايفرد من فتى هولندا الأول إلى مجرد لعب كرر رحيل خارج البلد كلها وطبعا النتيجة تكون دخول إسي ميلان للتعاقد مع الموهبة الصعدة اللي بالمناسبة كان في ريس عدة وفعلا إنجح في ده وموسم 97-98 يكون الأول لهم مع البيج ميلان الموسم اللي فيه كلايفرد بدأ بداية مميزة ولكن مع أول فرصة ضياعها واللي كانت ضد اليوفي بدأت برضو الجماهير تهتف ضده الهتاف اللي كان تقريبا في كل مباراة وده أصفر عن ظهور متواضعة جدا للهولندي لدرجة أن مساهم في 33 مباراة سجل فيهم 9 أهداف فقط وده كان بيتزامن مع وجود جورج ويا اللي يعتبر ما كانش الأساسي للفريق وبمساهمة أقل كان مساجل 13 هدف ولقى السنة ده عشان يكون موسم للنسيان فعلا مع نهاية الموسم ينضم كلايفرد المنتخف في كاس العالم البطولة اللي فيها باتريك كلايفرد اضطارت في المباراة الإفتاحية بعد ضربه للعب بلجيك واللي أسرع عن إيقافه 3 مباراة وبالتالي العودة كانت ضد الأرجنتين في ربع النهائي المباراة اللي باعت تسجيله فيها هدف يسعد هولندا لمواجهة البرازيل في السيمي فاينال المباراة اللي كانت ندية جدا ما بين موهبة البرازيلية رونالدو والهولندي وكلايفرد وساعتها رونالدو سجل هدف المباراة الأول ومع الدقيقة الأخيرة يدخل كلايفرد يرد عليه بالتعادل وتروح المباراة راكز الترجيح وساعتها الحظ يبتسم للراكز الصنبا على حسب رفاق كلايفرد اللعب اللي بالنسبة له الموسم كان للنسيام من كل الجهات وبعدها بقى مع توطر الأجواء في إيسي ميلان ظهرت عرض من أرسنال ومنشستر ناتيد وعلى رغم أنه رفض وقرر الاستمرار مع النادي إلا أنه في الأيام الأخيرة من فترة التعاقدات ومع التعاقد برشلونة مع لويس فانخال المدرب اللي سافر بطيرا خاصة إلى ميلانو من أجل التعاقد مع باتريك كلايفرد وفعلا برشلونة يدفع مبلغ تجاوز الاثناشر ونص مليون يورو مقابل التعاقد مع صاحب الاثنين وعشرين عام وفعلا تتم الصفقة وموسم تمانية وتسعين تسع وتسعين يكون الأول له على الأراضي الكتالونية الموسم اللي من أول لحظة فيه بنى على كلايفرد أنه دقي نفسه وشكل سنائية هجومية مرعبة مع ريفالدو السنائية اللي فيها بطل حلقتنا على مدار الموسم الأول له شارك في تمانية وتلاتين مباراة سجل فيهم ستاشر هدف وصنع عربعتاشر يعني مساهم في تلاتين هدف في تمانية وتلاتين مباراة وبين مقادر الفريق لتتوج بالدورة التانية على التوالي والأول في وجوده وبعد بداية أكثر من رائعة مع برشلونة يبدأ كلايفرد موسم تسعين ألفين بالنسخة الأقوى له منذ صعوده نسخة فيها سرعة قرارات وفنية خارقة في التمركز النسخة اللي بيها شارك في أربعة وأربعين مباراة سجل فيهم خمسة وعشرين هدف وصنع عشر أيوة يعني مساهم في خمسة وثلاتين هدف منهم تسجيل خمسة وعشرين ولكنه للأسف كنت تحس انه بلعب لوحده لدرجة انه بعد تسجيله السنائية على فالنسيا في الصبر المحلي الفريق يستقبل أربع هداف وحتى في دور الأبطال لما سجل ستة هداف وصنع ثلاثة وبين قاد الفريق لمواجهة تشيلسي في السيميفاينال وبرضو سجل وصنع وقادهم لمواجهة فالنسيا في قبل النهائي المواجهة اللي كان فيها ايه؟ ايوة بالزبط كده الفريق يخرج بسوداسية ولقى السنة ده انا هكملها لك لانه كلايفرت انضم بعدها للمنتخب في يورو الفين وساعتها سجل في الفزعة دينمارك وفرنسا في المجموعات ولما سعد المنتخب لمواجهة يغزلافيا يسجل هاتريك بي يسعد المنتخب لمواجهة ايطاليا وساعتها يحصل ايه؟ ايوة بالزبط كده يخرج رفاق كلايفرت برقلات الترجيح عشان يكتمل المعنى الحرفي لللاعب سهيء الحظ وعلى الرغم من كل ده اللي انه كان هداف اليورو ونضام للتشكيل المسال فيه وطبع لو اتقيمنا عن اجمل لقطة له بالتأكيد هيكون هدف الرئيق على قتلتك بالبقى وفي الدوري وبعد موسم غريب انتهى بهدف عجيب كلايفرت يبدأ موسم الفين عشين واحد بنفس قوة المستوى اللي لم تكن اقوى بناء على رحيل فيجو واللي بسببه ضعف جانب صناعة اللعب الفريق ولكن ده ما اصطرش على باطر حلقتنا اللعب اللي قدر للموسم التنعات توالي يسجل 25 هدف بكل الطرق وكمان صنع 8 اهداف ولكن برضو برشلونة ينهي الدوري في المركز الرابع ويكمالا يخرج من قبل انهي كاس اسبانيا ولكن لو اتقلمنا عن الحسن الوحيدة في الموسم ده اكيد هيكون هدف الرئيق على ريال سراكوستا في الدوري وعلى الرغم انها كانت فترة صعبة جدا عن نادي فترة فيها صيام كامل عن البطولات اللي انه كلايفر تستمر على درجة انتاجيته لدرجة انه الموسم التالت على التوالي يسجل 25 هدف ولكن المرة دي درجة تعاونه كانت اعلى بناء على غياب صناعي العلعاب وده اصفر عن صناعته ل16 هدف ايوة بالزبط كده يعني مساهم في 41 هدف وهو بيشارك مع فريق نهى الدوري في المركز الرابع وخرج على هدريال من سيم الفاندل دور الأبطار العلامي اللي كان بيقدمه كلايفرد داخل البيئة الصعبة اللي مبنية على الظروف اللي بيقاشها الفريق النتيجة تكون ان يتم اختياره كافضل مهاجم في اوروبا كلها من فرانس فوتبول وده اللي كان بيعكس مدى قوة اللعب واللي بيقدمه مع الفريق ومع دخول مسم الفين واتنين وثلاثة اختفى ريفالدو عن الصورة وظهر القادم حديثا الارجنتيني سافيولا اللعب اللي بدأ كلايفرد معاه الصناعية قوية جديدة ومع الوقت اثبت نجاح السنية دي وخصوصا ان بطر حالياتنا للمسم الرابع على التوالي يتجاوز تسجيل عشرين هدف بعد مساجل واحد وعشرين وصنع اتناشر وبما ان الفريق نهى الدور في المركز السادس فخلينا نتكلم عن اجمل لقطة له في المسم واللي كانت تقريبا تكاد تكون الاجمل في مسيرته وهو هدفه على ما يركب الكعب بعد كنترول علامي وبعد كده بدأ كلايفرد مسم الفين وثلاثة الفين واربعة بداية جديدة بداية فيها كان هيستمر للمسم الخامس على التقلق ولكن يأتي الشيء الاصعب هو اصابته بتلف في الغضروف واللي بيه خرج بمسم اجمالي مشاركته فيه ستة وعشرين مباراة سجل فيهم عشر هدف وبعد العودة من الاصابة كلايفرد دخل في موجة الهولنديين الراحلين على النادي وده اصفر عن الموافقة على عرض نيو كاسل العرض اللي بمجرد اتمامه ووصول كلايفرد للفريق صرح المدرب بوبروبسون على ان الهولندي سيصبح مستقبليا خليفة الاسطورة وفعلا موسم 2004-2005 يكون الاول لكلايفرد مع نيو كاسل الموسم اللي فيه على رغم من تسجيله 13 هدف اللي ان صحيفة الجاردن البريطانية اخترته ضمن اسوأ 3 لعبة في الموسم وده اصفر على ان مع نهاية الموسم يعود كلايفرد تاني الاسبانيا ولكن المرة دي تكون عن طريق نادي بالينسيا وعلى رغم انه بدأ موسم 2004-2005 بداية فيها واحدة من اجمل لقطات مسيرته اللي ان بعدها الاصابات تسيطر عليه وده معدخول ديفيد فيا لكلايفرد هجوم الفريق النتيجة تكون مشاركة كلايفر 16 مباراة سجل فيهم هدفين وصنع زيهم وبعدها قرر العودة لهولندا تاني ولكن المرة دي تكون عن طريق النادي اللي قضى معاه موسم 2006-2007 المشاركة في 21 مباراة سجل فيهم 3 اهداف وصنع برده 3 وقالت الاركام دي كان سابها الاصابات سواء بقى في الظهر او القدم ولكن برضو ده ممنعوش من التواجد في الاوقات الحاسمة واللي بيعقى ضمن اسباب تتوجي الفريق بالدوري والغريب بقى ان مع نهاية الموسم قدم كل شيء بيرجع ايكس ولكن المدرب رفض وسمح له بس بالتدريب مع فرق تحت السن عشان يحافظ على الياقته لحد ما يجيله عرض مناسب وفعلا بعدها يجيله عرض من ليل الفرنسي ويقدم موسم 2007-2008 بأداء متواضع جدا والياقة ضعيفة ويذكر ان اجمال مشاركاته كانت 14 مباراة سجل فيهم 4 اهداف عشان بعدها ومع نهاية الموسم يعلن انه مش هيبحث عن عروض لاكمال مسيرته الكروية والتعديدا بعد اتمام 32 عام يقرر الاعتزال بعد ما قدم مسيرة تاريخية فيها الظروف ظلامته المسيرة اللي بيها استحقق يكون واحد من افضل مهاجمين العالم في جيله المهاجم اللي لو كان موجود مع برشونة في وقت تاني اكيد اكيد مسيرته هيكون لها شكل تاني ولكن زي ما دائما بنقول دوام الحل من المحال وده اللي بي نروح لعركامو ده تمثل في اجمال المشاركة مع الاندية في ربعمية وتمانين مباراة سجل فيهم اكتر من ميتين وستة هدف وصنع برضو اكتر من ثلاثة وتمانين وفاز مع اكس بالدورة والصوار محلي مارتيله كل بطولة وده محلين اما بقى عالميا فوفاز بو سلسية الدورة الابطال والصوار الاوروبا والانتركنتنينتل والكلام ده مع فوزه بالدورة مع برشونة وآين دوفين بين تيه كلامنا عنه مع الاندية اما بقى لو رحنا لمشاركاته مع المنتخب الاول اللي تتمثل في المشاركة في تسعة وسبعين مباراة سجل فيم اربعين هدف وصنع سبعة وبس يا سيدي وإلى هنا ينتهي كلامنا عن الاسترالي الهولندية باتريك كولايفرد طبعا لو عجبك الفيديو منساش تعمل لايك وطلنا بقى تحب نتكلم عن مين فيديو الجاي السلام